السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنعداءهم أجمعين سنين طويلة وأهل الثقيفة يفكرون في حل عن كيفية التخلص والهروب من استدال الشيعة على نفاق عائشة من كتبهم وعلى من يبدو أخيرا وجدوا الحل للهروب من فضائح ومصائب أمهم عائشة التي روتها كتبهم فلا دخل الشيعة طبعا فما هو هذا الحل؟ هذا الحل ابتكره عبد عائشة وليد إسماعيل مزور الإيميلات فتعالوا معا لنشاهد ماذا قال المقطع ستجدونه في قناة هذه أما نص كلامه الذي قاله في المقطع فهو هذا يقول المهم يخونا أن احنا أخذنا قرار بفضل الله عز وجل وبمنته ألا يذكر اسم عائشة في حوار والكلم ده عمم على جميع المحاورين والمناقشين من أهل السنة والجماعة ألا تذكر عائشة في أي حوار ما شاء الله اتفقوا على عذم ذكر اسم عائشة في أي حوار يعني ممنوع ذكر اسم عائشة أو حديث يخص عائشة وهذا اتفاق بينهم يعني تذكر عائشة يغلقون في وجهك السكة تريتا سأل عن حديث يخص عائشة يقفلون في وجهك السكة هذا هو جديد ما شاء الله حرم التكلم وذكر اسم عائشة خطة رائعة هذه ماذا بعد؟ عائشة صنعت اقفل السكة عائشة اقفل السكة أصلح الكلمة اقفل السكة عليه اقفل السكة يا باشا اقفل السكة ممنوع عائشة لا نريد اسم عائشة 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 عرض النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الشيعة قرهون في اسم عائشة لا نريد سماء اسم عائشة أبتا أجيب ما هذه المسألة ما هذه المصيبة خلاص تعبتم بهذه السورة عن الدفاع عن أمكم عائشة لو كانت عائشة هنا لصفعتكم على قفاكم وتفلت في وجوهكم ألا تستحون تسركون أمكم عائشة للشيعة يفترسونها بالدليل من كتبكم خلاص نزأتم السروال مثل جدكم عفرن الرعاس حين هرب من صديق الأكبر وفاروق الأمة أمير المؤمنين يا للفضيحة يا للمهزلة يا للمسخرة يقول الخبر عمم على كل المحاورين إذا ذكرت عائشة اقفل السكة على طول خلاص لا تناقش في عائشة ولا تذكر اسم عائشة ماذا الخذي هل الشيعة يطعن في عائشة على حد زعمكم من كيسهم أم من الكرون الأحاديث المروية في كتبكم أليس هذا الفعل منكم يدل على ضعفكم أمام استجالات الشيعة وأنكم عدتم تستحملوا سماع رواية أكرمة وسلم سبلان ورضاء الكبير وحرب الجمال وتسمم عائشة لرسول الله إلى آخره من الفضائح والمصائب التي روتها كتبكم إذا كنتم تستحون من ذكر هذه الأحاديث فحرقوا كتبكم واحذفوا اسم عائشة من الكتب لماذا تريدون إغلاق الباب أمام الشخص العامي الذي يبحث عن حقيقة عائشة؟ ما هذه المصيبة؟ نكمل كلامه وشاهدوا المهزلة انتهينا أخذنا وقت طويل اللي عايز يستفسر عن أي رواية يحط بس جوجل اسم الرواية حيطلع له الردود عليها بالأشرات ولله الحمد والمنى الحمد لله على وجود جوجل خلاص خط أحمر بفضل الله عز وجل وكل المحاورين اللي موجودين على الساحة خلاص قالوا يا جماعة الخير عمموا خلاص ما في حدها يتكلم في السيدة عائشة أعود بالله استغفر الله ما في حدها يتكلم في عائشة مرة أخرى لا 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 ما هذه المصيبة؟ عجيب يقول اذهبوا إلى جوجل نذهب إلى جوجل؟ أصبحتم تستنجدون بالشيخ جوجل؟ يا للفضيحة والمهزلة أنقذوا السنة يا عباد الله السنة تدمروا وأصبحوا يستنجدون بالشيخ جوجل يا عائشة اسمع يا عائشة اسمع ماذا يقولوا أبنائك؟ يقولون لك خلاص هم تعبوا وأخذوا وقت طويل في الدفاع عنك تركوك فريسة سهلة للشيعة يفترسونك من كتبهم ويفضحون أفعالك والسنة سيتشيعون بسبب حديثك لأن أبنائك تعبوا وأخذوا وقت طويل في الدفاع عنك لو كان هؤلاء في يوم الجمال معك لهربوا من الحرب وتركوك كم أنت رخيص عندهم يا عائشة باعوك بسرعة لأنهم رخاص هل يوجد شخص يبيع أمه هكذا؟ هل يوجد شخص يسرك الدفاع عن أمه؟ طبحكم الله تخونون أمكم وتتركونها للشيخ جوجل؟ للشيخ جوجل؟ يا للمهزله الكارثة اذهبوا إلى جوجل يا عوام السنة خلاص إياكم أن تتصلوا بأبناء عائشة فهم تعبوا وأي استفسار سيقفلون في وجهكم السكة اذهبوا إلى الشيخ جوجل ربما تجدوا هناك الجواب على الفضائح والمصائب المروية في الكتب وإذا لم تجدوا دليل أو تفسير فلا ترجعوا إلى هؤلاء تشيعوا على طول فهنيئا لكم يا شيعة هذا نصر من الله على أهل السقيفة اليوم تعبوا وضعوا عائشة للشيخ جوجل وبكرة أبو بكر وسياليه عمر وعثمان وشيخ أهل السقيفة سيتعبون عن الدفاع عن أصنامهم ويقولون لأتباعهم إحنا تاعبنا اذهبوا إلى الشيخ جوجل ستجد هناك الجواب فهؤلاء على ما يبدو لا يهمهم أصنامه بل الأموال التي يجنونها مقابل الجلوس على الكرسي ولكذب على الشيعة فالكذب على الشيعة أعطاهم شهرة وميزات ما كانوا يحلمون بها في حياتهم فالحمد لله الذي فضحكم أمام أتباعكم وسيعرف الآن أتباعكم وكل إنسان يحترم عقله ودينه أنكم عاجزون عن الدفاع عن أمكم عائشة متى سمعتم شيعي واحد يقول إذا بول الشيخ جوجل ستجدون الجواب؟ هل يوجد صخص يدعي الدفاع عن دينه ومعتقده يقول أنه تعب؟ إذا تعبت اقفل القناة ورحل أما استمرارك في القناة فهذا يدل على ضعفك وأنك قاعد تسترزق من أجل الأموال فما لا سيف العوام السنة إذا لم يجدوا الجواب في الشيخ جوجل؟ أكيد سيتشيعون والحمد لله الذي أذر لكم وجعلكم أضحوك أمام عوام السنة والشيعة واتضح أنكم عاجزون عن الدفاع عن أمكم عائشة فعنتم هم السبب الرئيسي في تشيع الناس فإن شاء الله مع مرير الوقت سيأتي دور أبو بكر وعمر ولن يجدوا من يدافع عنهم وستبيعونه بأرخى الثمن كما بعتم عائشة لشيخ جوجل لا ويقول عرض النبي خط أحمر والله لا توجد ديان على وجه الأرض شوهت وطعنت وأهانت عرض النبي غيركم يا أهل الثقيفة فكفاكم تهريج وكذب على ضقون الناس فلقد انفضحتم وأكبر دليل هو هروبكم عن الدفاع عن أمكم عائشة بهذه الحجة المخزية لأنكم تعرفون تاريخ الأسود الذي سطر في كتوبكم في حق عائشة فأفضل وسيلة هي العمل بفتوى عالمكم الكبير الذهبي اقرأوا معي سيار علم النبلاء للذهبي 10 صفحة 92 يقول كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين ما شاء الله الكف عن اقتصال الصحابة ثم يقول وما زال يمر بنا ذلك في الدواوي والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا ماذا نفعل به يا ذهبي يقول فينبغي طيه وإخفاؤه طيه وإخفاؤه بل إعدامه بماذا يا ذهبي يقول لتصف القلوب وتتوفر على حب الصحابة أنا أموت وأعشق الصحابة الذين تقاتلوا والشجار الذي وقع بينهم وأيضا والتردي عنهم رضي الله عن سيدنا قتل سيدنا رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عن سيدنا خالد بن الوليد الذي سب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رضي الله عن معاوية الذي سب سيدنا علي رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر لهم لا حول ولا قوة إلا بالله يجب إعدام وطي وطمر وإخفاء مخاز عائشة واقتتال الصحابة وهذا ما يفعله الوهابي اليوم بالله عليكم يا عوام السنة كيف ستعرفون الحقاق إذا كان كبار علمائكم يخفونها عنكم أليست هذه مصيبة؟ وقبل أن أنهي أقول للوهابية يا وهابية بدون تقية ونفاق وكذب قولوا لأتباعكم أنكم عاجزون عن الدفاع عن أمكم عائشة وأنكم تستحون أن تقرأ تلك الأحاديث المخزية على مسامع الناس لأنكم لم ولن تجدوا جوابا لها فهكذا قولوا لأتباعكم بدون تقية ونفاق وكذب يا كذبة اذهبوا إلى جوجل قال نذهب إلى جوجل ها 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 ها